النهاردة أول مشاركة رسمية لمصر في تجمع البريكس بعد انضمامها رسميا ودخولها لهذا التجمع أو هذا التكتب الاقتصادي عرفنا كيف يمكن أن تستفيد مصر من دخول هذا التجمع وكيف يمكن أن يكون لذلك تأثير على المستوى القريب طيب عظيم جدا استفادة مصر من الانضمام لهذا التجمع هتتضح لما نبين المجموعة نفسها تتبقى الورد بعد مجموعة من السنين لشكل شكله عمل إزاي فممكن نلخص ده في مجموعة الجمل الآتية أولا ودي تصرحات رسمية قالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المراضي في الاجتماع القمع الحالي قال أن تجمع بريكس هو تجمع لا يعادل غرب لكنه ليس غربيا وهو هنا أخيرا بقى فيه بلورة لشكل التجمع لأن كان فيه تجاذبات سياسية على مدار السنين الماضية هو شكل التجمع ده أجندته سياسية شكلها عمل إزاي دي نقطة الأولى نقطة الثانية أنه هو تجمع للتعاون الاقتصادي النقطة الثالثة أنه في الاجتماع الحالي هو يعتبر خروج لروسيا من عزلتها على مدار السنين الماضياتين بتوافق وتعاون مع باقي الدول الأعضاء في هذا التجمع والنقطة الأخيرة أنه فيه بصلة تم التأكد عليها أو التأكيد عليها أن التجمع بريكس بيتجه إلى قارة أفريقيا كمنطقة لم تحظى أو قارة لم تحظى بما تحتاجه من معدلات نمو شاملة رغم توفر الموارد الطبيعية والموارد البشرية في قارة أفريقيا في هذا الإطار نبدأ بقى نتكلم تم مصر تقدر تستفيد من الانضمام فيه لتجمع بريكس بشكل عام إزاي في اعتقادي أنه ممكن يبقى فيه تلات مكاسب رئيسية من الانضمام لتجمع بريكس المكسب الأولاني أن تجمع بريكس أسس بنك تنمية اسمه البنك التنمية الجديد مناظر للبنك الدولي وصندوق النجد التابع للبنك الدولي من المفترض أنه هو بنك تنمية طبعا قدراته المالية ممكن تقول أنها واحدة عالمية من قدرات البنك الدولي دلوقتي لكن مع الوقت الرأس المال هيزيد الانضمام مصر عضو مؤسس في البنك زي ما هي عضو في مجموعة بريكس من خلال العضوية في مجموعة بريكس هيبقى عندك فرصة لطلق التمويلات للمشاريع التنموية بعوائد على القروض أو على التمويلات أقل كثيرا من اليورو بونز وأقل كثيرا من التمويلات التي تدي لك من المؤسسات الدولية ذات الطبيعة الغربية والبصلة الغربية دي أول نقطة النقطة الثانية أن من خلال تواجدك في تجمع بريكس ده هيساعدك على تحسين الميزان التجاري ما بينك وما بين باق دول الأعضاء وأنا بشكل أساسي يهمني روسيا والصين لأن أولا الميزان التجاري ما بينهم وما بينهم نسبيا كبير ثانيا مختل بشكل كبير لصالحه يعني أنتها بتستورد من روسيا أكتر ما بتصدر لها ناخد منه القمح بشكل رئيسي 5-6 مليار دولار في السنة وفي نفس الوقت بتستورد من الصين بـ 12 مليار أو أكتر أو 16 مليار مخصوصا أن التجمع بريكس بيضم عدد كبير من الدول الأكبر في العالم المنتجة للنفط يعني برضو ده من أهم الحاجات اللي موجودة في هذا التجمع بالتأكيد